كلام مسؤولة أهلا وسهلا ومرحبا بيك كاميرا بوستة سبعة خير لبناء وسبعة خير لسيدة المستمعين الكل اليوم شاهدت شاهدة حية حوار خاص مع تونسية مقيمة بلبنان أيه أصدر مركز عمليات الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بيان أعلن فيه أنه غارات الجيش الإسرائيلي في الـ 24 ساعة اللي تعديت أصفرت على 92 شهيد و 153 جريح في بلدان وقرى لبنانية مختلفة وكان وضح لبناء سافير تونس في لبنان سيبوراوي الإمام لوكان تونس إفريقيا الأنبي اللي الجالية التونسية المقيمة بلبنان الضم حوالي 1970 تونسي أغلبهم عائلات مستقرة وحوالي ربع أطفال تحت سن رشد وهم نتيجة زيجات مختلصة ويحملون الجنسية التونسية واللبنانية وأضافوا قال اللي أغلب التونسيين في لبنان يعملون كإطارات في قطاعات التعليم العالي والطب والخدمات والسياحة وكذلك صلب المنظمات الأممية والدولية تنظم منا في المباشر مادام سحر بوخريس كما قلت لبنان هي تونسية تعيش في لبنان مش تعطينا إشهادتها سبعة خير مادام سحر ومرحبا مرحبا مرحبا سباح لنا وعلي شكرا بفضلك ومرحبا بك كل مستمعي مادام سحر كانت قد منا روح قديش عندك مقيمة في لبنان وين بالضبط تسكن في لبنان بوانا دكتورة في القانونة الدولية ندرت في جامعة لبنانية هوني ومستقرة بيني وبين اسطنبول لأنو عندي بكتب استشارات قانونية في اسطنبول قديش عندك وين بالضبط تسكن في لبنان في زحرة في ربقاء وصرها تلسيين توا تقريبا مستهدفة بالغارات الاسرائيلية منطقة ربقاء مادام سحر وصف لنا كيفاش تعيشوا كيفاش مادام سحر مادام سحر بوخريس من عرش كانت تسمع فينا تسمع فينا مادام سحر بوخريس ألو ايه معك معك أميرا وضعيتكم الوضع كيفاش نعيشه قبل ما يستير التفجيرات البيجر والتفجيرات اللي صارت الجمعة الجاية كان تقريبا الوضع شبر مستقل في مناطق معينة كما نقوله احنا القصف كان مدروس يعني يقصفوا في مناطق معينة اللي احنا على طول نحاول انه نكونوا بعادة عليها من بعد عملية الجمعة الماضية تقريبا القصف فارع شوائي انه هما يتحججوا يقول احنا قصفنا موقع للحزب او حاجة لكن هو مش تحيح يعني قصف قاعد يتقطع مادام سحر صوتك قاعد يتقطع كنت تقعد في نفس البلاسة يفضلك مادام سحر اسفار التونس بلبنان حطت على ذمة التونسيين على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك خطوط اتصال للطوارئ الى جانب استمارة لملأها من قبل افراد الجيلية في اتار تحيين البيانات وتيسير اجراءات سفارهم وعائلاتهم عند الاقتضاء هل انتوما باتصال انتي مثلا وانتي وعيلتك باتصال مباشر مع اسفارها ومستمر سخطوب بطبيعة هو شوف اسفارها صراحة يعني هم كلمة حق التقال في حقها قاعدين يقوموا بواج بيتهم يعني هو من اكثر من تسعة شهر قاعدين يحضروا في كل الجيلة التونسية اللي موجودة هنا في لبنان انهم يبعدوا على المناطق اللي معقول انه يثير فيها ضر واساسا يعني من اول حرب اللي سايرة من تسعة اكتوبر الماضي يعني لبنان هي معروفة انها بشكون طرف فيها لذلك هم صررهم تقريبا تسعة شهور وهم يحضروا ويتكلموا والقاعدين يتطمنوا علينا بالحق بصفة مستمرة بالنسبة انه سمى ناس قاعدة تقول ممكن يسفروا التوانسة ممكن رأ فاما مشكلة هي اكثر من تلسين شركة طيران لغت طيراتها لبيروت ونحن مع سماش طيران مباشر بين تونس وبيروت فممكن هذه هي المشكلة قاعدة صايرة بخصوص الحالات اللي برش عبيدة تحب تسافر لكن ما تماش طيران مباشر تونس بيروت واكثر من تلسين شركة طيران بغية رحالاتها تماما معلقة او معلقة رحالاتها حتى الواحد اكتوبر فانتظار يشوفوا يعني شنو بشتصفر عليهم المفاوضات والهدنة لقاعدين مقترحينها قاعدين تتواصلوا مبعاثكم مدم سحر بخريس التوينسة في لبنان قاعدين تتواصلوا اكيد قاعدين نتواصلوا يعني مثلا كنسمعه ضرب في براسا ما حد يسمع انه تم براسا فيها ضرب وحد موجود فيها اكيد قاعدين نتواصلوا مبعاثنا ونطمنوا على بعاثنا والحمد لله لحد الان فماش حتى تونس يعني اتضرر هذيك الحاجة الحمد لله مهم مدم سحر بخريس انت سألتني كيفاش باش نعطيك انا يعني شوية للوضع معناها نحاول اننا نكونوا مترمدين في الدار شبابك لازمها تكون ديما محلولة خطر الطيران اللي يعني يعني يحلق على عقل معنى هاروتا دونك اذا يعمل برسيون اللي سميوها هنا جيدار السوس فإذا صار برسيون سمى يعني احتمال انه القزيز كله البلار متعدال كله يترشق فإذيك عالي يشخيبنا ديما البلار محلول متسكل حتى شبابك ونحاول انه نقعد بعيد على شبابك خطر ما تعرف شوية الزربة تكون موجودة يعني البيلح مثلا البرسا اللي انا فيها تقريب ترسم على شباح ترسم فيجارات قوية وبرشا مادام سحر بوخريس انتي متزوجة وعندك صغار لا لا مش متزوجة مش متزوجة ما عندكش صغيرات واني ما عندكش صغيرات موجودين معايا صغير سحب مادام فيها تقريبا 24 شخص وكيف كيف أول ما يطرع عن فيجار أول حاجة نعملوها نجري وعا الصغار نخافو انه بضلبط لأن نفسياتهم أكيد بيش تتعب أكثر مننا وضعية صعبة مادام سحر بوخريس نحن قاعدين معانتها نعيش معاك الوضع نسموه حتى في الأصوات طويقة حتى كيصوتك معانتها يبعد شوية ولا من نسموه واضح معانتها الوضعية السعبة مشكورة جدا أنك دخلت معانا إذن معانتها إذن شنون نجمون نقولوا من عشقين عندك كلمة ختام ربما تحب تقول لما دم سحر بوخريس أنا وضعي نشوف الحب الحق نشكر استفارة لقاعدة تتواصل معانا بسيقها مباشرة وقالت نحن نوضعكم كل الإمكانيات المادية حتى لما عنده سكنة ونضرد داره معانا هم موفرين كل شيء وبالحق معانا احنا التوالتة معروفين انه احنا دي ماما وانا نقول من خيريكم أي توسي داره تضرد ولا عنده مش فر ولا مش يقل وليسي انا داري موجودة ومحلولة لي مرحبة بهم الناس الكل شكرا لي هذا مش غريبة على التوينسا لبناء في تونس ولا خارج تونس روذية مش غريبة على التوينسا بالضبط مشكورة جدا على التدخل معانا نحن موجود وانا حد نجم يتواصل معانا في أي وقت مرحبة بالناس الكل وربي يحفظنا وربي يحفظ بيدا لبنان إن شاء الله آمين ربي يحفظنا ربي يحفظ تونسا الكل ربي يحفظ شعب لبنان وربي يحفظ الجالية التونسية في لبنان الحوار كما تلقوا على قناة يوتيوب كل الدعم والتضامن الشعب اللبناني والجالية التونسية في لبنان هذه الشارع تونسي موصن معكم 95999 687 هل المرأة تعاون في مصروف الدار وإلا لا هذه الشارع تونسي حتى للحدش ونص اشتركوا في القناة